عمان على مقتل الراقص فوق رؤوس الثعابين في الرابع من ديسمبر 2017 أغلق فصل مثير من حياة صالح بعد أن حسم الحوثيون جولة حرب سريعة مع حراسه استمرت يومين ودارت رحاها في المربع الأمني الحصين للرئيس السابق جنوب العاصمة صنع يحلو لأنصار صالح أن يطلق اسم اتفاضة الثاني من ديسمبر على ما يمكن وصفه بالمحاولة الأخيرة لزعيمهم لاستعادة السلطة والخلاص من الطوق الخانق الذي فرضه الحوثيون حوله على مدى ثلاثة أعوام من عمر الانقلاب على سلطة الشعب اليمني ونظامه الانتقالي في اللحظة التي قرر فيها صالح أن يواجه شركان قلاب 21 سبتمبر 2014 كانت أمور كثيرة قد تغيرت بما في ذلك العقيدة القتالية للقوات التي أنشأها بهدف حماية سلطته الجهوية في المقام الأول وتحولت الولاءات القبلية سريعا لصالح الميليشيا بالترغيب والترهيب ليكتشف أنه كان مكشوف الظهر بشكل لا يصدق وبعد استثمار باذخ استمر عقودا في كسب الولاءات وتعزيز المكاسب الانتهازية للأنصار المتمركزين في الطوق القبلي للعاصمة كبيرة بنحشيش بوابة النص لم يذر الحوثيون جهودا كبيرة لتقويض سلطة صالح السياسية والمعنوية وكل ما فعلوه هو أنهم عززوا العقيدة العسكرية لجيش كريس لحماية السلطة الجهوية مطلقة بدورات تثقيفية أضفت الطابعة الطائفية لهذه العقيدة ليتم بعد ذلك مصادرة الجيش بالكامل لصالح مشروع الانقلاب بشقه الميليشياوي الحوثي المرتبط بإيران قتل صالح ولم يسق التحالف الانقلاب الذي أنشأه في مواجهة النظام الانتقالي المغدور الذي منحه الحصانة والمال وثلاثة أربعة دولة والجيش والأمن وأبقاه لاعبا رئيسيا في تقرير مصير البلاد وبدى هذا الخذلان منافيا لمنطق الأشياء إلى حد ذهب ببعض المراقبين إلى الاعتقاد بأن تصفية صالح كانت مهمة متفقا عليها مع أنصاره فقد خلت صنعاء من أية مظاهر ارتدادية لمقتل صالح الذي كان الرقم الأصعب في هذه المدينة لنحو أربعة عقود عدد قليل من النساء خرج في مظاهرة متواضعة ويتيمة في ميدان السبعين انتهت بمعظمهن إلى سجن الحوثيين وسط هذا الخذلان من أنصار صالح المتخمين أمسك التحالف السعودي الإماراتي بزمام المبادرة وبدأ بتجميع ما تبقى من جيشه وقام بفرض القيادات الموالية له في السلطة الشرعية بالتوازي مع الإقصاء الممنهج لكل من له صلة بالمشروع الوطني والتغيير سلوك أفقد صالح وأنصاره واليمنيين فرصة ثمينة لإعادة بناء موقف وطني صلب في مواجهة ما يفترض أنه الخطر الأكبر الذي يمثله الحوثيون باعتبارهم أداة طائفية وإيرانية خصوصا أن هذا التحالف يدعي أنه يتعرض للقدر ذاته من التهديد الذي يتعرض له اليمنيون أنفسهم